سلول أخد عبر الهاتف الآن واحد الشخصيات المحترمة كلهم شخصيات محترمة بصراحة في مجلس دارة النادي الأهلي كلهم يعني أستاذ طارق أنديل عدو مجلس دارة النادي الأهلي مليون مبروك يا فنم كالعادة بتشرفونا ورفعين رأسنا للسماء مبروك يا سيد كريم ليك مبروك لكل الشعب المصري مبروك للشعوب العربية النادي الأهلي حاجة جميلة أنوان من عنوين مصر الجميلة حاجة تشرف يعني لسه بتفرج لسه على المواقع موقع ريال مدريد الرسمي الصفحة الرسمية بتاعتهم اللي عليها أكتر من مئة مليون متابع عملين ينوهو يوم الأربع حنقابل النادي الأهلي المصري حاجة تفرح وتشرفونا ده كل المواقع الأسبانية النهاردة ماركا وآسو كل المواقع وإحنا داخلين كده عميين نلم كلهم بيتحدشوا عن الأهلي العظيم وليسه الواشنطن بوست من شوية بردو وكاد بقى لقاء ريال مدريد والأهل المصري قبل ما روح قبل ما روح لمواجهة ريال مدريد المواجهة النهاردة مش مواجهة سهلة يمكن مواجهة أوكلند طبعاً الأهلي فرق الإمكانيات الفنية والفردية والتاريخ فرق كبير بس النهاردة مواجهة سياتر ما كانتش مواجهة سهلة عشت إزاي المباراة دي النهاردة وهل شكيت في لحظة أن ممكن النادي الأهلي يكسب حدث يعني هو طبعاً المتشطة الكورة كلها ما بشبه كل حسابه المباراة طبعاً طبعاً قد صعبة وطريق قوي وأكسام قوية وفي نفس الوقت نشوف الأولي كان ملعب كويس جداً لكن كان عندي ثقة متناهية لغاية آخر اللحظة أنه لحاجات كتير قوي يعني الحمد لله بقانون ربنا كامل استعدادات والثلث بيئات والانضباط اللي في البعثة والقيادة فعكابة حمود الخفيف من قبل ما يسابك بتنبئ كلها يتبقى بس توفيق ربنا وأن العمل الجاد ده إن شاء الله هيتكويس طيب أنا قبل محرورك تدخل على طول عشان هلسه دخلين الحلقة كنت ناوي أشيد إشادة كبيرة بمجلس إدارة النادي الأهلي ففرصة وحضرتك معايا أشيد بإدارة النادي الأهلي اللي خدت موقف حاسم وعظيم وكبير الموسم الماضي لما ريحت عدد كبير من اللاعبين عشان تخش الموسم الجديد بانطلاقة عظيمة وانطلاقة قوية جدا في كل البطولات فوز بالسوبر واصل لنهاء كأس مصر متصدر الدوري سيمي فاينال كأس العالم للأندية فده إنجاز يحسب بالتأكيد لإدارة النادي الأهلي يا أستاذ طارق الحمد لله كان قرار صائد من كابتن محمود الخفيف كان متفاوض عن ماكس الإدارة ومشرف على الكورة وبرضه هو سأقول إن هذا الرجل برضو ما بيكون في أي عثارات مؤقتة هو اللي بيانال كم من الحكومة أني دايما الواحد يقول هي مسؤولية تضامنية للمجلس كله يعني وقت المكسب كلنا بيكون سابلين يعني فالراجل ده للأمانة يعني أخذ القرار ده ساعتها بتفديد الوقد بمجلس الإدارة وكان قرار صائد طبعا ده حيث تذكرت وتفضلت بالكلام ده سعلا إن ده يعني تركيب الاستعداد كويس أو للموسم ده وإن نكمل بطلاط اللي بيأخذها النادي الأهل كتير كان تتطلب تركيز تاهم وفي نفس الوقت حفظنا على وصول الحقيقية للنادي لها اللعبة لها في وقت ما بيكون مصاب اللي شوية بتلاقي استهام كلها انطلقت على اللعبة وكان اللعبة تقول خلاص محدش فيهم يصروا صحيح وده بيبقى الأسف الشديد لان هم هم نفس اللعبة اللي الحمد لله اللي شرفوا البلد وشرفوا النادي الأهلي ويلعبوا باسمه مصر وفي أعلى مستوى فدي حاجة طبعا يعني كوز حاجة فكرتنا بكده طبعا طبعا لا وأقول لك على حاجة كمان يا أسطار واحدة من الحاجات المهمة جدا في النادي الأهلي إنه عادة لو تعصر بعض الشيء بعض الشيء في أي موسم التعصر ده ما بيدومش طويلا سريعا يعود النادي الأهلي قوي وكبير كعدل يعني الموسم اللي فات اللي شاف نهاية الموسم اللي فات عمره أبدا ما يتوقع أنه الأهلي يبقى في المرحلة دي مع بداية الموسم ده بس دي عوايد النادي الأهلي يعني ومع ذلك ده ما كانش تعصر يعني جامد ولا حاجة لأنه في تاريخنا ممكن كنت بتقعد بالسنة الثلاثة إنه ممكن الفرقة يحصل لها تجديد لتطوير ويحصل ده ونشوية أو عبود في المستوى أو البطولة صحيح إنته في حلال التعصر ده كله كنت بتاخد اثنين أفريقيا واثنين برونزي كات عالم وصبر أفريقي يعني فإنما إحنا الأهلوية دايما عايزين نكسب كل البطولات وكل المطشاة دي إحنا كأهلوية دي في جيناتنا يعني طبعا طبعا طيب مواجهة ريال مدريد بقى كلنا بنحلم وعارفين فرق القوة أنت بتكلم في فرقة عندها اتنين خادوا برندور مودريتش وبنزيمة كل الفريق القيمة التسويقية طبعا رقم ضخم الفارق طبعا بين الكرة الأوروبية والكرة الأفريقية كل شيء أعظم فريق في العالم بس من حقنا نحلم يا ستوري طبعا في المواقف الزايد لا ننكر طبعا قوة ريال مدريد وعالمياته لا يوجد أي حد ينكر هذا كلام وفي نفس الوقت نقول أن أعملنا دايما أن المباراة عبارة عن 90 دقيقة وأن الناجي الأهلي بتاريخه بعظمته بالعيبة إن شاء الله يعني يكون توفيق حالكم في الماضي ده خلينا نحلم طبعا دون أن ننسى أن طبعا ريال مدريد بلا جدال على مستقل العالم كله حاجة مغيرة أقوى في العالم في نفس الوقت في النادي الأهلي دايما الأهلوية عندهم روح الفانيلا الحمراء اللي إن شاء الله يا ربي تجهب بأي حاجة إن شاء الله وسيد طريق أنديل عدو مجلس إدارة النادي الآن أنا بشكحك شكرا جزيلا وبهنيك مرة أخرى على الصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندي